لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ثم انتهت المسرحية لا مليونية ولا مئوية لأنصار الميليشيات الذين اتطبلوا وهللوا لتظاهرات سموها بالحاشدة للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق جاء يوم الجمعة فتجمع أتباع الميليشيات قريبا من المنطقة الخضراء في منطقة مؤمنة بالقوات الحكومية لكنهم انسحبوا دون أن تأخذ البروبوغندا الإعلامية شكلها الكامل فشل التظاهرة التي دعا لها مقتدى الصدر تزامن مع تغير طرأ على موقفه من قضية الوجود الأمريكي حيث أعلن الصدر عن توقف مؤقت لما سماها مقاومة الوجود الأمريكي ودعا إلى معاقبة من يخالف هذه الأوامر وبعد لغة التهديد التي شنها ضد من بوؤوه مناصب مهمة في العراق بات يدعو إلى التهديئة معهم متذرعا بأنه لا يريد زج العراق في أتون حرب مع الأمريكيين وليس غريبا عن مقتدى الصدر هذا الموقف فهو جزء من المحور الذي يرفع شعار الموت لأمريكا وعندما تحين ساعة الجد يجد ألف ذريعة للهروب من المواجهة مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء لغة الثرثرة التي لا يتقن محور إيران سواها حتى التظاهر التي دعا إليها الصدر سابقا كانت من أجل استثمار سياسي لا أكثر تقول وكالة فرانس بريس إن مقتدى الصدر يريد الحفاظ على صورته كزعيم للمقاومة لكسب تأييد إيران معتبرة أن التظاهرات التي دعا إليها ضد الوجود الأمريكي مجرد محاولة يريد من خلالها أن يبين أنه ما زال قادرا على تعبئة مجموعات في الشوارع لمنحه مساحة أكبر لاختيار رئيس الوزراء المفارقة التي لم يدركها الصدر وأتباعه أن تظاهرات ثورة تشرين قامت بالأساس ضد المنظومة السياسية الموجودة منذ عام 2003 أي ضد من جاء بهم الاحتلال الأمريكي ومكنهم في بلاد ما زال أهلها يقولون إن من لا يملك أعطى من لا يستحق ترجمة نانسي قنقر